السلام عليكم ورحمة الله وراجعته بذلك الشباب ان شاء الله اشرح لكم نهار در شابتر 4 في الكمبيوتر اول حاجة هنبتدي بال central processing unit it's a complex set of electronic circuitry to execute stored program instructions يعني هي مجموعة من الدوارة الالكترونية بتنفس تعليمات البرامج المخزنة على السيسم وبتكون من الحاجتين ال control unit اول حاجة ال control unit هنبتدي بها هي بتتكون من مجموعة من الدوارة الالكترونية بتبعت اشارات الالكترونية لاجهزة الكمبيوتر كل الاجهزة لاجهزة الكمبيوتر والقطعة المختلفة علشان في الاخر this means that it doesn't perform program instructions but directs other parts of the system to do so يعني مش هي بنفسها بتقوم بالاعمال تاعت ال program instructions بس بتخلي اجزاء تانية من السيسم تقوم بالعمل ده عشان كده بنسميه مايستور it's not a storage device يعني منخزنش بها اي حاجة اني دي بتبقى ال RAM مش ال CPU it must communicate with primary memory and ALU primary memory اللي هي ال RAM ال ALU اللي هنعليها arithmetic logic unit it sends data and instructions from secondary storage to memory as needed يعني بتبعت التعليمات اللي انا عايزها او البرامج او اي حاجة انا عايزة اشغالها من secondary storage اللي هو زي ال hard disk للميموري عشان نعمله processing ساعدة and determine the meaning of an instruction it stores data into registers يعني هي بتخزين ال data في حاجة اسمها registers يعني حاجة السجلات كده علشان نعمل نشتغل عليها من numbers thing وتطلع information زي ما قلنا ده يعتبر الميستور لانه بيساعد CPU علي انه يقدر يعمل execution لل instructions دي وده من خلاله انه بيدي اعمل ال other parts في السيسم بانها تساعد CPU عشان يقري اعمل execute ثاني حاجة arithmetic logic unit executes all arithmetic and logical operations ايه ال arithmetic operations زي addition, subtraction, multiplication و division ال addition اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الحاجة العادية لحتاج الحساب ال local operations دي لما بيقي يعمل المقارنة بين numbers, letters, special characters عندي equality condition less than condition, greater than condition سات حالات لأكبر منه أصغر منه ويساوي بالإضافة ان الكمبيوتر can also test the combination of conditions يعني ممكن يختبر الحالة بيستخدموا الكمبيوتر علشان يقول له الكمبيوتر أي نوع من الكمبيوتر اللي فوق دي اللي هانستخدمه الكمبيوتر علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر الكمبيوتر علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر ثم علشان الكمبيوتر علشان الكمبيوتر او الحروف وبعضه نيجي بعد كده للdata storage عند cpu عندنا نوعين من storage primary storage دي بيتخزن data temporarily زي ما احنا شايفين cpu refers to it for both program instruction and data يعني cpu بيرجع لها لما بيجي يخزن ال data دي عشان عملها وبرده بعد ما بيععملها بيتباع information بيخزنها فيها حدا ما تروح للsecondary storage secondary storage long term storage stored on external mediums such as desk more cost effective than memory for storing large amounts of data the cpu and memory cpu can't process data from desk or input device data must first be located in the memory زي ونو قلت فو اني لازم عشان ال cpu يعمل ببرسسنة للdata لازم تروح الاول على الممري اللي هي ram وبعدك يعملها ببرسسنة بالalu central unit to retrieve data from desk and moves it into memory item send to alu for processing control unit sends items to alu then sends back to memory after processing يعني انا باخد ال data الاول من hard disk ووديها للممري وبعد ما وديها للممري الalu بيعمل ببرسسنة وبعد ما بيعمل ببرسسنة تبقى information والinformation بتروح للممري وبعد ما بتروح للممري بتروح تاني للسطوراج اللي هو secondary storage اللي هو بقى ال hard disk data and instruction held in memory unit sent to an output or storage device or program in shutdown يعني recap سريعا cpu ما ينفعش بيعمل ببرسسنة وهو يخذ ال data من second memory او من input device لازم الاول للممري واللي بين ان ال data هو control unit بياخدها من الدسك بعد ما ال data بقت في الممري ال control unit بيرجع ياخدها ثاني بعد ما اتعملها ال processing ال control unit بيرجع ياخدها ال data اللي حصلها processing اللي حصلها processing ويوديها للممري تاني بعد كل الممري بين انهل out بال device او storage device اللي هي السكنة بال storage عندنا نوعين من temporary storage areas الممري were registered الممري also known as primary main memory and internal memory اللي هي الذاكرة الاولية او الداخلية معاناها او ال expression اللي هي ram random access memory it's not part of the cpu it's located in a chip near the cpu يعني هي مكانها مش في cpu نفسه لا ال cpu في control unit with ALU لكن هي موجودة في شريحة جنب cpu it's the part of computer that hold data and instruction temporary for processing بتحافظ على ال data تحدى ما تعمله processing ترجع ترجعها تاني لل secondary storage stores information only as long as the program is in operation يعني مدام البرنامج شغال معاية يبتحفظ ال data دي وال information دي لكن اول ما المساة وهي volatil يعني اول ما الكهراء بتتقطع عنها كل ال data دي بتروح it enables a very fast access to instructions and data بل كده بيجانر رجستر the registers are special purpose high speed temporary storage areas for instruction or data دي باردو زي الممري بس دي سرات عالية جدا طبعا و لا اي instruction ابتدتة بالتعمله processing there are additional storage 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 location location located within the cpu itself that offer the advantage of speed دي a register to a google cpu الممري or ram to a chip per cpu they work under direction of control unit to accept hold and transfer instructions or data and perform automatic and logical operations at high speed يعني بياخد الاوامر بتاعته من cpu على طول يقبلها و يحفظها و يحولها لده ال information بسرعة عالية جدا لان كل ده بيتم جوة ال cpu نفسه فم بيحتاجش ان وقت طويل ان هو يروح مثلا للممري و يرجعتين لا هي كل حاجة بيتم جوة بيحفظة على على ترتيب الانسترقش ان ال program نفسه طلبها يعني يبدأ بي و ينتهي بيه لان ده كل بيتم جوة ال cpu بيحفظة على ترتيب الانسترقش بيحفظة على ترتيب الانسترقش بيحفظة على ترتيب الانسترقش يعني التعليمات اللي جاية له دي يعني هممكن وظيفته نخليها ان هو يحفظ التعليمات اللي هتتنفذ دلوقتي او اللي حاليا بتتنفذ او يتابع الخطوات اللي جاية اللي ممكن تحصل في الممري في نوت inch storage location in memory is an identify by an address يعني كل مكان في الممري الممري عبارة عن زي مقالنا داير الالكترونية فكل داير الالكترونية لها عنوان just as each house on a street has an address زي ما كل بيت لعنوان هو برضو كل مكان في الممري لعنوان some CPU designs include general purpose registers which the control unit can use for different tasks as required يعني مش لازم كل ال في بعض CPUs بيبقى فيها registers يعني المهمتها نتحفظ المهام او المهم اللي بتحصل حاليا لا في CPUs الـ register بيبقى جهنرال بالنسبة لها وممكن تستخدمها في كذا حاجة تانا مش لازم نتحفظ بس الاوام دا الركاب سريع الـ register بيبقى موجودة داخل CPU بعكس الممري بيبقى مش موجودة داخلها بس قريب من الـ cpu الـ register والممري الاتنين temporary storage بقى موجودة داخل وفوضا طايلة أيضا ، يعني لو الكهرباء اقطعت كل حاجة توضيع عليهم بس لفرهم عن بعضين الـ register الـ speed بتاعته اعلى بكتير فبيخزن الـ data الوقت واليل جدا جدا اللي هو وقت البروتستيسنج اللي جوه للCPU بحيث انك لازم تستخدم الداتا دي حالا اما الميموري فبيخزنها للnear-future يعني بتصلم فوقت الاريو في الوقت القريب اللي هي قبل ما تخش الCPU اكتر من register شوي يعني يستخدم الداتا فوقت قريب مش لازم فورا secondary storage بيخزنها للFuture اللي هو ممكن تستخدمها للوقت خلص How the CPU executes program instructions يعني ازاي cpu بيشغل برمج اللي عندي لا فيه 4 steps اربع حاجات نعملها الاول حاجة فتش دي اللي هو يجيب الداتا من الميموري وبعد كده ديكود ان هو يعمل discovering للداتا دي كلها ويفك الكود طبعا اننا كل الحاجة اللي على الكمبيوتر بتبقى zero ones وبعد كده يعمل execution اللي بيبينفز البرنامج ده وبيحفظ الناتج النهائي اللي هو الinformation في الميموري تاني وبالتالي بتروح بعد كده لل secondary storage each CPU has its own instruction set يعني كل CPU لي وظيفة محددة بيشتغل عن طريقها that CPU can understand and execute فيه عندنا ثلاث انواع او ثلاث حاجات او الحاجة المachine cycle اللي لازم يعرفها ده الوقت اللي بياخده الCPU علشان ينفذ مجموعه من التعليمات اللي بيجيله طبعا التعليمات ده بتتعدى على decoding والexecution والstoring كل حاجة والfetching لازم تتعدى على 4 steps فالوقت اللي بياخده علشان يعدى على 4 steps ده ايه؟ هو ده اسمه المachine cycle المachine cycle ده زي measurement كده عندنا اكزامبول بعد كده personal commuters ده executes in less than 1 million of a second يعني بتعمل اه الاربع 4 steps دول فاقل من 1 مليون ثانية ده personal commuters اما السوبركمبيوترز احنا خدنا لانواع دي قبل كده السوبركمبيوترز ده بتعمل 4 steps دول في جزء من 3 مليون ثانية طبعا دي حاجة سياع جدنا the machine cycle اللي احنا قلنا عليها فوق دي it's the time required to retrieve execute and store an operation اللي هي 4 steps the component of a machine cycle عندنا جوة المachine cycle instruction time execution time او ممكن نسميهم i time و e time في البروستسور حاجة اسمه system clock ده coordinates all computer operations بتحكم و بتنظم كل العمليات في الكمبيوتر ال i time او instruction time ده بيبقى في control unit gets instruction from memory and put it into a register يعني اول حاجة بتحصل في الوقت ده هو ان control unit تجيب ال data من الميموري وتحطها في register و دي العمليات اسمها fetching علشان نبدأ عليها شغل و بعد كده control unit decodes او discover the meaning instruction and determine the memory location of needed data يعني بتعمل decoding او بتابدأ تتحضر او تستكشف التعليمات اللي المفروض يعملها البرنامج بعد كده execution time ده الوقت اللي بنفس فيه control unit moves data from memory to registers in ALU طالما عودينها ال ALU يبقى هيبدأ processing عليه execution ALU execute instruction on data control unit stores results of operation in memory or in a register يعني فاخر step خالص بنحط ال data اللي تعمل عليها processing من ال ALU بنحطها في register او في الميموري يعني اي واحدة منه او طبعا كده كده ال register هتروح تاني على الميموري من memory للسكنة storage عشان نعملها storing نخشي على ايه على الميموري address how does the control unit find data stored in the memory يعني ازاي control unit الجواس cpud بتلاقي الحاجة اللي هي عايزها على الميموري the location in memory for each instructions and each piece of data is identified by an address each location has an address like the mailboxes in front of houses يعني الميموري متقسمة لك كذا مكان كل مكان اللي هي عنوان معحدد و لما احنا بنحتاج حاجة معينة بنحدد الاعلان بتاعها و بنحتاجها منه زي الميل بوكس الفرق بس أيضا مثل the mailboxes the address numbers of the locations remain the same يعني الاماكن تحت الارقام تحت الاماكن تبدل كما هي but the contents instructions and data of the locations may change يعني المحتويات اللي في المكان المترقم ممكن تختلف و هذا الفرق بينها و بين الميل بوكس new instructions or new data may be placed in the locations when the old contents no longer needed to be stored in memory يعني بنحط تعليمات جديدة فاماكن كان فيها تعليمات قديمة لو احنا مش محتاجين التعليمات القديمة دي بنحط دي مكانها unlike a mailbox however a memory location can hold only one instruction or piece of data at a time الميل بوكس احنا ممكن نحط فيه كذا mail لكن الميموري هو لازم تحط فيها معلومة واحدة بس من فاش تحط فيها كذا معلومة أو كذا قطعة من data في نفس المكان هي حاجة واحدة بس ولو تحط عليها مكانها حاجة تانية فالقديمة بيطير والجديد بيحضم حال when a new instruction or piece of data is placed in a memory location that location prior content are destroyed يعني الحاجات الأديمة اللي تحط مكانها دي تبقى تدمرت خلاص مش موجود عندنا data representation computers understand two things on and off يعني بيفهموا حاجتين بس مفتوح ومغلق اللي هي زي الدايود كدا أو اللي هي الداير الكهربية data represented in binary from binary base 2 number system contains only two digits zero and one zero and one zero and one and one and one and one and one each zero or one in the binary system is called a bit zero bit and one bit the bit is a basic unit for storing data in computer memory short for binary digit two possible values zero and one means off zero means off one one means off and zero means can cover never be empty two possible values zero and one means off one means can never be empty bytes because single bits by themselves can't store all numbers letters and special characters such as dollar and the question mark the bits are put together in a group called a bit يعني إحنا el bit الوحدة ما تتدرش تخزين أي حاجة يعني ال bit الوحدة ما تتدرش مثلا تخزين على متل اللوردي أو على متل question mark فبنحط كذا بتكامل بعض ويبقى اسمها pipe pipe is a group of eight pipes each pipe has 256 possible values يعني pipe الوحدة ممكن يبقى ليها 256 احتمال for text data each pipe stores our character or data can be letter digit or special character the capacity memory and storage devices measured in numbers of bytes bytes يعني كل 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 كلمة أو كل حاجة في الكمبيوتر بتتقاس بالbyte اللي هو عبارة عن 8 bits بس دي المساحة نفسها بنقاسها بالbyte ما بنستخدمش البت لأن البت ده جزء غير جدا يومي السطوريج المساحة طبعا الHype كيلوبيت ألف أرباع عشرين بيت بالبيت يسرى الشغر بعد كده بيكي ال Kilobyte لألف أرباع عشرين بيت المساحة المساحة من العديد من المساحة ميجابيت دي ليه أكبر من كيلوبيت ٥٠٠٠٠٠٠٠ بيطر بمماري تفتي بيتباعك كما كاله . لكن الـ kilobyte كنا جاء اصبحت الكمبيوترات الشخصية الادمه جدا بعد كده الـ GIGABYTE ROOFLY 1 BILLION BITES STORAGE DEVICES دي الـ HARD DRIVERS الـ HARD DESK تأسمي GIGABYTE والـ NAMEFRAME AND NETWORK SERVER MEMORY بعد كده حاجة أكبر من الـ GIGABYTE اللي هي التيرابيTE ROOFLY 1 TRILLION BITES STORAGE DEVICES ON VERY LARGE SYSTEMS بعد كده الـ PET BITE ROOFLY 1 TRILLION BITES لازم طبعا نحفظ الحاجات دي إن هي ممكن تجدنا في الـ PUBLISH SHEET بعد كده عندنا الـ WORLD WORLD IN THE LARGEST UNIT OF DATA WORLD IS THE LARGEST UNIT OF DATA دي أكبر وحدة قويس من الـ DATA أكبر من الـ Byte A COMPUTER WORLD IS DEFINED AS THE NUMBER OF PETS THE CPU PROCESSES AS A UNIT THE LARGER THE WORLD THE MORE POWERFUL UND COMPUTERS يعني كل ما كبرت الـ الكلمة كل ما زاد قوة الـ COMPUTER The length of a word varies by CPU يعني الـ CPU هو اللي بيحدد الـ Word دي طولها الدين But it's almost always a whole number of bytes In most personal computers a word is typically 32 or 64 bits In length زي ملاقي جهاز بشتغل على أساس 32 or 64 bits هي دي الـ Word حاجة تانية عندنا اللي هي CODING SCHEME BECAUSE WE NEED TO COMMUNICATE WITH THE COMPUTER AND WITH EACH OTHER IT'S RELEVANT THAT WE USE A COMMON SCHEME FOR THAT REPRESENTATION لان احنا بنحتاج ان احنا نوصل كمبيوتر بكمبيوتر تاني وكمبيوترات مختلفة تانية زي السيرفر كده فلازم كلنا نستخدم خطة معينة او برنامج معين او طريقة معينة نعرض بها الـ data بتاعتنا لبعض الـ CODING SCHEME PROVIDES A COMMON WAY OF REPRESENTING A CHARACTER OF DATA NEEDED OF COMPUTERS CAN EXCHANGE DATA يعني احنا بنعمل عملية دي عشان نعرف نبادل المعلومات بين الكمبيوتر وبعضها A cooling scheme or code assigns each possible combination of ones and zeros in a byte to a specific character يعني بيعمل ones و zeros بطريقة معينة بطرق مختلفة جدا علشان يعمل specific characters متعرفة عند معظم الكمبيوتر Z او عندي كله كمبيوتر Z عشان نعرف من الـ exchange عندنا كذا طريقة في common coding schemes عندنا طريقتين The two coding schemes for representing characters in a eight bit byte are ASCII and EBCDIC ASCII stands for American standards code for information interchange Most widely used standard يعني T-L-A-S-C-I-I هي اكتر واحدة بنستخدمها حول العالم Used on virtually personal computers and on many larger systems يعني نستخدم على الكمبيوترات الشخصية بتاعتنا عليها وعلى systems اكبر من النام كتير الـ EBCDIC Extended binary coded decimal interchange code Used primarily on IBM and IBM Compton Similar or well-matched mainframes يعني على الـ IBM بس وعلى IBM Compton mainframes Each of these two above scheme can represent 256 different characters اتنين ممكن يقدروا يقدموا اتنين ستة وخمسين طريقة مختلفة للcharacters Unicode الـ Unicode دي حاجة Universal طمان يعني المعروفة في العالم كله Designed to a common data Contained alphabets of more than 256 characters Uses 2 bytes يعني 16 bit bytes يعني مش 8 bit bytes مش 8 bit bytes لا 16 bit bytes To represent 1 character And can represent 65,536 different characters Possible values نحن ندرب 2 أسو 16 This gives it a higher representation capacity of different characters Requires twice as much space to store data يعني بستالك من الكاباسي بتاعت الهاردسك او الرام بس بتدرت تدينه characters اكتر بكتير من العادي بتاعها The system unit It's the case that houses The system unit contains the electronic components The electronic components The chips and circuitry Of the computer system The motherboard with storage devices هناخد كل واحد بتفصيل The motherboard Flat circuit board That holds the computer circuitry The motherboard عموماً عبارة عن شريحة تلكم كبيرة جداً بتبقى موجود فيها أماكن نقدر نحط فيها بقى كرت الشاشة كل حاجة حتى البرسيسور وكل حاجة بتبقى موجودة في الموذر بورد It's called a logic ship It contains 10 of millions of tiny transistors مليانة بها أكثر فيها ملايين من التransistors الصغيرة اللي يضايود Key components Sinter processing unit The ACVU Registers With system clock Transistors Transistors Is the unit of electronic circuitry That represents a single bit Equal bit Equal transistor 1 bit 0 or 1 Combination of transistors Can stand for combination of bits Which represents Letters Characters If electric current If electric current Passes through Switch is on Representing One pet Otherwise Switch is off Representing A zero pet Storage devices Long term storage of memory Data not lost When computer shut down Data not lost When computer shut down When computer shut down Examples include hard drive hard drive disk cat DVD layer room Hard drive أنا اللي حطت فيه data وفصلت عنده كهرباء بتبضلت فيه data موجودة ونفس الحكاية في ال disk cat وستنعية cd أو dbd لو شلناهم من مكانهم وصمعهم من كهرباء برطة بتبضل داتا موجودة فيه المماري كمبوننت سمي كوندكتور مماري رام ورام فلاش مماري السمي كوندكتور مماري ثم المماري سمي كوندكتور يعني شمه مصالة لذكرات شمه مصالة مماري وقصة ومساة مماري سمي كوندكتور مماري بالضغط مماري مماري من قوة مماري لذكر ومماري مماري فلاتاير يعني متطاير يعني لاتاب مش بتفضل موجودة لو كهرباء فسد او مكامل بتفصل البلاتة العياد تتمسح كلها منوليثيك huge and large because the circuits on a single chip constitution an inspirable unit of storage منوليثيك يعني يعني فيها كمية كبيرة جدا من الدوائر الكهربائية على كل يعني كل chip on a single chip دي الخاصيتين بتفسيمي كندكتور ميمو نخش بقى على ال ram and rom ال ram اللي هي random access memory وال rom اللي هي read only memory ما بينين اسمه random access memory data can be accessed randomly memory address 10 can be accessed as quickly as memory address 10 thousand ويبقى لي القدرة ان انا اتحكم بيها بسرعة يعني 10 can be accessed as quickly as memory address 10 thousand يعني العشرة زي العشرة مليون read only memory is a special type of memory holds software which can be read but not written to contains programs and data permanently recorded into memory at the factory at the factory can't be changed by user يعني ايه يعني الميموري دي لما انا بحط عليها data ما بقدرش ان انا مسحها تاني خالص بتكون موجود عليها forever non-volatile contents don't disappear when fewer is lost or turned off يعني الميموري دي من زيتها الوحيدة ان هي non-volatile يعني لو فصلت عنها كهرباء الداتا مضعش حكا التانية اسمها الميموري دي منازل يعني بكل بساطة انه عشان الميموري volatile يعني من lesson عنها كهرباء data بضيع فهنا بنحتاج secondary storage زي العشرة عشان نحافز على وجود داتا دي لفترة اطول The rate at which data is accessed from a secondary storage device is significantly slower than internal computer speed يعني السرعة اللي بنا نحصل بها على ال data من ال second storage device زي الhard disk أقل بكتير من السرعة بتاعت الكمبيوتر نفسه Non-volatile RAM is non-volatile and used to store programming and data insulator made of many small groups to work independently with phones with digital cameras and some handled computers Flash memory chips Look like credit cards زي الفلاش ممتعتم البعي العيدي استغيارة دي Non-volatile يعني لو مش التها بقى كل حاجة محفظة فيها Smaller than disk drive and require less power Product names include the compact flash card and the smart media card دي عثامي للنونولاتيلي غرام The system bus The computer term bus Is borrowed from its common meaning A mode of transportation يعني بين من اسمها ان هي طريقة للنال A bus line or bus Is a set of parallel electrical paths That transport electrical segments دي بنلاقيها في الموذر بور والتشيبس كلها بيبقى فيه خطوط كده في الشريحة السلكونية بتبقى عبارة عن ممرات الكهربائية بتتنقل فيها للاشارات الكهربائية دي The system bus transfer data between the CPU and memory The motherboard contains several bus lines طبعا هو كل ما تزيد البس lines كل ما تزيد سرعة البرسيسور أو سرعة الشيب بسويل 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 The number of bytes of data that can be carried at one time is called the bus width which indicates the number of electrical paths كل ما بيزيد عندي البس ويل the more data can be carried at time It's measured in bytes يعني كل ما يزيد عندي كمية الـ data المنقولة في المرة الوحدة كل ما بيبقى أحسن في السرعة وفي النال وتتأس بالبيت The system bus width is dependent on the CPU design and typically the same as CPU's world size 32 or 64 bit يعني The system bus بس بيعتمد على الـ CPU في الدزاين بتاعه اللي هو الـ motherboard والـ silicon chip typically the same as CPU's world size يعني نفس الـ world size بتاعه اللي هي 32 bit أو 64 bit In general the larger the world size or bus width the more powerful the computer يعني كل ما زاد الـ world size أو البس width كل ما كان الكمبيوتر ذا أقوى وأسرع With a larger bus size CPU can transfer more data at a time making computer faster يعني الـ data بسرعة كبيرة جدا منخلي كمبيوتر أسرع Reference larger memory addresses numbers allowing more memory يعني بنحافظ على الميموري لأن إحنا كده بنلقل بسرعة كبيرة فما بنحتاجش نخزن في الميموري لفترة طويلة عشان نحن على الـ hyper processing Support a greater number and variety of instructions Bus speed It's another factor that affects system performance It's measured in megahertz مثلا الـ processor بنقيس السرعة بتاعته الميجا هرتز اللي هي عبارة عن الـ bus speed السرعة التي تتنقل بها الـ electrical signals through the bus اللي هي إحنا قلنا عليها إيه الـ parallel electrical battles The faster the bus speed the faster data travels through the system Personal computers have bus speed of 400 or 533 MHz Speed and power What makes one computer faster than another There are several factors including micro processor speed bus line size The availability of cache Computer processing speed The execution of an instruction on a computer may be measured in fractions of seconds as false يعني السرعة اللي بنقوم بها بالوضع يعني الكمبيوتر بيقوم بها بالمهام بتاعته دي طريقا بنقاس بها القوة بتاعته زي الميليسكند دي 1000 of a second ومايكروسكند 1 مليون of a second والنانو سكند اللي هي 1 بليون of a second مودرن الكمبيوترز have reached this speed يعني الكمبيوترات الحديثة اللي هي الـ i7 الحاجة دي هي وصل للسرعة البليون of a second دي نانو نانو سكند وعندي of a second one trillionth of a second دي طبعا للسوبركمبيوترز المايكروبراسيسور speed measure of system clock speed نحن عندي system clock speed قبل كده دي اللي بتحافظ على الترتيب بتاع المهام بتاع الكمبيوتر كله how many electronic pulses the clock produces per second a second usually expressed in gigahertz فو كان عندنا الميجا هرتز اللي بتاعندنا in gigahertz دي اللي بل اسبيها المايكروبراسيسور speed billions of machine of machine cycles per second some some all pc's measured in megahertz اللي هي اللي فودي megahertz اللي هي بس speed comparison of clock speed only meaningful between identical microprocessor other other performance measures millions of instructions per second mibs دي طريقة طريقة تانية من اسبيها الهداء بتاع الكمبيوتر high speed personal computers can perform over 500 mibs typically mibs a more accurate measure than clock speed يعني ال mibs اضق من ال performance بتاع clock speed لو احنا نقول عليه microprocessor speed عندي الميجرز بقى اللي بيستخدمها اللي هي الميجافلاو ودي 1 مليون floating point operation per second measures ability of computer to perform mathematical operations يعني بتقص قطرة الجهاز على انه يكون باداء عمليات حسابية معقد هو الميجر اللي بعدي كده معنا الكاش a temporary storage area designed to speed up data transfer within the computer الكاش ده موجود في اي كمبيوتر متبقى مساحة مقصصة كده عشان يزود صورة النقل خلال الكمبيوتر نقل ال data a cache is relatively a small amount of very fast memory that stores data and instructions that are used frequently resulting in an improved processing speed يعني الكاش دي جزء من الميموري سريع جدا بيحفظ بيحفظ ال data و ال instructions و بيستخدم دايما و بيخلي سرعة الجهاز أحسن بكثير جزء من المموري المموري انetin مموري و بيحفظ المموري كاش المموري كاش مموري يخص مموري البرج قدر ينفع LogS сп frequency, called very fast memory designed, for specific purpose of speeding up the internal transfer of data and software instructions. المماري الكاش دي جزء صغير جدا من المماري معمول علشان بس انه يسرع النقل جوه المماري من المماري للcpu The data and instructions stored in cache are those that are most frequently and most recently used يعني الحاجات اللي متخزين على الكاش هي اكتر حاجة احنا بنحتاجها دايما في الكمبيوتر وعشان كده المايكروبروسيسور looks for what it needs in cache first يعني بيدور على الحاجة اللي عايزها في الكاش الاول لو ما لقهاش بعد كده بيدور في بقية المماري Transferred from cache must much faster than from memory يعني اللي هو لقه الحاجة بتعته في الكاش هيخدها اسرع بكتير جدا من المماري If not in cache control unit retrieves from memory The more cache hits the faster the system performs RISC technology or RISC technology RISC reduced instruction set computing Microprosessors are fast because they use only a small subset of instructions Less is more rule of thumb CPUs or Microprosessors سريعة لان بتستخدم جزء صغير من ال instructions Fewer instructions increases speed يعني كل مقلة الحاجات اللي انا بطلبها من البروسيسور كل ما بيكون اسرع في انه يكون بالعمل ده Drawbacks أو drawback complex operations have to be broken down into a series of smaller instructions Traditional processors use complex instruction set computing CISC Microprosessors include many instructions that are rarely used يعني في انواع تانية غير CISC بس ما نسمهاش كتير الـ drawback دي هي عمليات معقدة لازم تتقسم لعمليات اصغر منها علشان اللي يقدر البروسيسور انه يقوم بيها حاجة تانية عندنا الـ pipeline and parallel processing conventional serial processing uses a single processor and can handle just one instruction at a time the pipeline a variation of traditional serial processing يعني مجموعة من العمليات التقليلية اللي منقوم بيها five lining means that an instructions action fetch decodes execute store need not be complete before the next instruction is begun يعني ان هو بيقوم بالعمل بالفور steps دي على طول وربعض حتى لو الـ instruction يعني مثلا احنا عندنا three instructions هو بيبدأ في 1 واول ما يبدأ في 1 بيخش على 2 على طول حتى لو 1 دي انا ما خلصتهاش هو بيخش على 2 ومنها على 3 وبتخلص بعد كده يعني هو شغال زي الـ pipe زي الأنبوبة ما بيوقفش خالص يعني لتركض يعني نحنا نحن لدينا اه three instructions و four steps يعني نحن لدينا مفروض الـ 12 steps يعني نحن لدينا مفروض يعني بيخش الأول على الـ first step في first instruction ثم يتخش عن ال second step في ال first instruction و ال first step في ال second instruction يعني شغال بتتابع مثلا اول حاجة اعمل فتشنج في اول instruction بعد كده في المرحلة اللي بعديها بعد كده يعمل decoding في ال first instruction و في نفس الوقت بيعمل فتشنج في ال second instruction وهكذا Rather than waiting until cycle is complete طبعاً ده بيصرع البابليني بيصرع البروسيسور يعني الطريق ده بيصرع البروسيسور عن لما تعمل كل الانستركشن لوحدة برالين بروسيسين It means using multiple processors in the same computer at the same time يعني بيستغلم two processors in one computer طبعاً ده بيخلي الكمبيوتر أسرع بكتير control processor divides problem into parts يعني في كل حاجة اسمها control processor ده بيأستن مثلا الانستركشن لعجزاء وبيوزعها على اثنين each part sent to separate processor each processor has its own memory يعني كل برصر لي المموري بتاعته لوحدة بردو يعني كأنه جهازين بس في جهاز واحد control processor assembles results يعني هو اللي بيوزع لهم المهام وهو اللي بيكمع المهم منهم متين some computers using parallel processing operate in terms of trillions of instructions per second زي السوبركمبيوترز هنا في الparallel ممكن كل الانستركشن تتعامل مع بعض في نفس الوقت وهي كانت اخر شيء في شبتر فور نتمنى ل PaIs